بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مصر التعليمية أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة متميزة حلقة خاصة بنستعرض فيها مع بعض المقصود بعلم البيولوجي وإيه هي فروع علم البيولوجي وتخصص البيولوجي اللي موجود في المدارس السنوية الزراعية احنا في الحلقات السابقة تعرضنا لفروع علم البيولوجي واخدنا علم أمراض النبات النهاردة بنستعرض في حالة النهاردة علم الآفات الزراعية وعلاقته بالبيئة انتوا عارفين طبعا أنه كلمة آفة مقصود بها كائن حي دار كائن حي بيدور بالإنسان ومتلكاته والآفات عموما العلماء مقسمينها إلى 3 أقسام رئيسية آفات نباتية بتشمل كل الآفات النباتية اللي موجودة في الطبيعة من ضمنها الحشائش من ضمنها النباتات الزهرية المتطفلة من ضمنها الفطريات كائنات كثيرة جدا بتتبع المملكة النباتية وبتضرب الإنسان وممتلكاته وأيضا من ضمن أنواع الآفات الآفات الحشرية والآفات الحيوانية اللي بتشمل كل أنواع الطيور القوارض العكروسات النماتودة كل الآفات الحيوانية دي بتضرب الإنسان وممتلكاته وبنستعرض أيضا في حلقة النهاردة المقصود بالآفة وقلنا هي أي كان حي بضرب الإنسان وممتلكاته وإزاي نقاوم الآفات الحشرية أو النباتية أو الحيوانية بطرق المقاومة المختلفة تعالوا بنا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقة اليوم ونستعرض مع بعض تعريف الآفة الآفة هي أي كان حي بضر بالإنسان ومتلكاته وأنواعها تلات أنواع رئيسية آفات نباتية زي الحشائي زي الطحالب زي النباتات الزهرية المتطفلة زي الفطريات وأنواع معينة من البكتيريا النوع الثاني من الآفات اللي هي الآفات الحيوانية بتشمل الأكاروسات وكلمة أكاروس مقصود بها عن كبوت صغير في الحجم وإن ماتودة دي بتبقى حيوانات ماكروسكوبية بيتعيش في الطربة أو داخل جزور النباتات وتعتبر الآفة رقم اثنين في الأضرار اللي بتحدثها بعد آفة الحشرات وأيضا القوارض وأيضا الطيور النوع الثالث من الآفات اللي هي الآفات الحشرية وبتشمل كل أنواع الحشرات اللي موجودة في الطبيعة هنستعرض مع بعض الطرق المكافحة المختلفة للآفات أول نوع اللي هو المكافحة الطبيعية وقلنا دي كل أنواع المكافحة اللي بتتم دون تدخل الإنسان بهدف تقليل أعداد الآفات أو تقليل ضرارها وقلنا المكافحة الطبيعية دي بتبقى نوعين عناصر حية وعناصر غير حية وقلنا العناصر الحية بتشمل المتطفلات والمفترسات ومسببات الأمراض المختلفة اللي بتقلل أعداد الآفات اللي موجودة في الطبيعة والعنصر الثاني اللي هو العناصر الغير حية بتشمل العوامل الجوية من ضمنها الحرارة والرياح والضغط الجوي والأمطار كل أنواع العوامل اللي بتقدي إلى تقليل أعداد الآفة بنقول عليها عوامل غير حية وأيضا العوامل الطبغرافية وأيضا العوامل التربة والغزاء كل دي بتبقى عناصر مكافحة طبيعية بتتم دون تدخل الإنسان بينما النوع الثاني من المكافحة بنقول عليها المكافحة التطبيقية للآفات ودي بتشمل كل الطرق اللي بتستخدم في القضاء على الآفات أو تقليل ضرارها بس بتتم بواسطة الإنسان من ضمنها المكافحة التشريعية وهي عبارة عن قوانين بتصدرها الدولة بهدف مكافحة الآفات أو تقليل أعدادها النوع الثاني اللي هي المكافحة الزراعية وهي كل الطرق الزراعية اللي بيستخدمها المزارع بهدف أنه يزرع أرضه وإذا تم إجراءها بطريقة صحيحة وفي المعاد المناسب بتفيد أيضا في مكافحة الأفات وهي طرق عديدة جدا بتشمل معاد الزراع والحصاد عمليات الخدمة المختلفة لها الحرص والعزيق والتصحيف والرأي والتسميد والدورة الزراعية وطرق الزراع نفسها وكل الوسائل اللي الفلاح أو المزارع بيستخدمها بهدف زراعة أرضه إذا أجرها بطريقة صحيحة بتفيد في مكافحة الأفات الزراعية النوع الثالث اللي هو المكافحة الميكانيكية والمكافحة الميكانيكية مقصود بها أن أنا بستخدم أداة أو وسيلة في جمع واسطياد وتقليل أعداد الأفات من ضمنها المصاد المختلفة أو الجمع باليد أو الحواجز والموانع أو استخدام الحرارة المرتفعة أو الحرارة المنخفضة النوع اللي بعد كده اللي هو المكافحة الحيوية والمكافحة الحيوية مقصود بها استخدام كائنات حية سواء كان متطفلات أو مفترسات أو مسببات أمراض أو حتى الطيور في القضاء على الأفات الضارة بالإنسان وممتلكاته قولنا ده مشروع زراعي ممكن أي متخصص يقوم بتربية المتطفلات ومسببات الأمراض في المعمل ثم يقوم ببيعها إلى المزارعين أو أصحاب المزارع وبالتالي بيحقق ربح ودخل للفرد ويزود أيضا في الدخل القوم من ضمن أيضا طرق المكافحة اللي هي الطريقة المعتادة أو المنتشرة اللي هي المكافحة الكيموية وقلنا اعتاد المزارع على استخدامها لأنه سهولة تنفيذها وسرعة تأثيرها وبقاء فعالية المبيل لفترة طويلة في أيضا طرق حديثة بدأ اللجوء لاستخدامها في طرق المكافحة الأفات اللي هي استخدام النماتودة الممرضة استخدام البكتيريا الممرضة استخدام أيضا المصاد المختلفة استخدام المواد الجذبة أو المواد الطردة واستخدام الطعوم السمى وأيضا من ضمن الطرق الحديثة استخدام المستخلصات النباتية والمقصود بها أن أنا باستخلص المادة الفعالة من أي نبات بيفيد في مقام تلافات هذه المواد الفعالة على سبيل المثال من ضمنها النيكوتين اللي بيستخرج من أوراق نبات الدخان والبيريسرين اللي بيستخرج من ظهرة نبات البيريسرم وده مادة مفيدة جدا مادة الفعالة مفيدة جدا في مقامة الحشرات المنزلية زي الزباب والبعوض وفيه مادة أيضا اسمها روتينون وده بتستخرج من جذور نبات الدريس فيه النوع الثالث اللي هو المكافحة المتكاملة وحنستعرضها في بقية الحلقة ولكن أنا حابب أستعرض معاكم إيه هي مشاكل الاستخدام المكسف للمبيدات العالم كله بدأ يبعد عن استخدام الأسمدة الكيموية أو استخدام المبيدات الكيموية نظرا لتأثيرها الضارة على عناصر البيئة المختلفة عشان كده إحنا حلقة النهاردة اسمها لفات الزراعية والبيئة إحنا بقدر الإمكان بنحافظ على النظام البيئي من التلوث بالمبيدات ومن تراكم المبيدات في البيئة وأيضا بنحافظ على صحة الإنسان والحيوان وأيضا بنحافظ على النبات المعامل بالمبيدات من ضمن المشاكل التأثير السام على النباتات التأثير السام على الإنسان والحيوان ثلاثة تراكم المبيدات في البيئة أو في التربة الزراعية وده بتأثر على محتوى التربة من الماء الأرضي الأثر السام أيضا بيكون المبيدات على الحشرات النفعة زي حشرة نحل العسل والحشرات الملقحة اللي هي بتلقح الأظهر وبالتالي بتزود في المحصول من ضمن الأثر السلبية اللي استخدام المكسف للمبيدات التأثير السام على الأعداء الحيوية وانا احنا تعرفين أنه الأعداء الحيوية هي اللي بتقلل أعداد الأفات اللي موجودة في الطبيعة وبالتالي لما بستخدم المبيد ممكن يأثر على الأفة ولكن أيضا بيأثر بصورة سلبية على الأعداء الحيوية اللي هي المتطفلات والمفترسات وبالتالي بيحدث خلل في النظام البيئي بين الأفات وأعداءها الحيوية نصدير نتيجة الاستخدام المتزايد أو الغير رشيد للمبيدات الكيموية من ضمن أيضا المشاكل استخدام المبيدات اللي هي مقاومة الحشرات لفعل المبيدات يعني كل ما بالأفة بتتعود على استخدام المبيد بيحدث عندها صفة بنقول عليها صفة المقاومة أو الريزيستنت لاستخدام المبيدات المختلفة من ضمن الطرق الحديثة للمكافحة حاجة بنقول عليها المكافحة المتكاملة أو الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفة اللي هو بيختصرها بالـ IBM أو Integrated Best Management وهي عملية بيتم فيها الاستخدام المتوازن للطرق الزراعية والبيولوجية والكيموية اللي بتتوافق مع البيئة والتي لها جدوة اقتصادية وبتكون مقبولة اجتماعيا من أجل خفض أعداد الآفة إلى المستويات المقبول تحملها والتي لا تسبب أضرار اقتصادية على دخل المزارة ليه باب نفضل استخدام المكافحة المتكاملة عن استخدام المكافحة الكيموية أو استخدام المبيدات أسباب كثيرة جدا من ضمنها المكافحة المتكاملة بتؤدي إلى حدوث توازن في النظام البيئي ظهور سلالات مقامة من الآفات لفعل المبيدات الكيموية سهولة استخدام المكافحة المتكاملة توفير التكاليف والمكافحة المتكاملة بتشجع وجود البيئة الصحية وبتحافظ على صحة الإنسان ومنع تلوث البيئة بالمبادات ومنع تلوث الأغذية الخطوات الأساسية للمكافحة المتكاملة أربع خطوات من ضمنها الوسائل الوقائية التتبع والاستكشاف تقييم أوضاع الآفة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة الهدف الأساسي أعزائي المشاهدين من استخدام الـ IBM أو المكافحة المتكاملة هو تقليل نسبة استخدام المبيد في المكافحة وبالتالي بحافظ على عناصر النظام البيئة فيه أسس بنقول عليها أسس نجاح المكافحة المتكاملة لابد من تنفيذها للوصول إلى مستوى عالي من المكافحة في تقليل أعداد الأف أول حاجة لازم ندرس الحشرات المراد مكافحتها وكذلك أعدائها الحيوية يعني لو متوفر عندي في البيئة أعداد حيوية بصورة مناسبة لأعداد وجود الآفات بالتالي أنا برشد أو بقلل من نسبة المبيد المستخدم من الضروري معرفة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة لما بعرف الحد الاقتصادي الحرج للإصابة هو الكسافة العددية للآفة اللي عندها بيتم البدء في استخدام طرق المكافحة المختلفة وبالتالي أنا لا أتدخل بالمكافحة إلا إذا وصل عندي تعداد الآفة إلى هذا الحد من الأفضل استعمال مبيدات متخصصة يعني مبيد متخصص أعزائي المشاهدين يعني مبيد متخصص في القضاء على الآفة دون التأثير على أعدادها أو على أعدادها الحيوية من المفضل الاقتصار كلما أمكن عند استخدام المبيدات يجب أن تكون في صورة شرائح فقط لخلق فرصة للأعداء الحيوية للقيام بدورها نمرة خامسة حسن التوسع في استخدام الطعوم السماء والمبيدات الميكروبية وإحنا عرفنا مع بعض يعني مبيدات ميكروبية في الحلقة السابقة يفضل أيضا التوسع في استخدام المبيدات الجهازية والمبيد الجهازي للقدرة على النفاذ إلى داخل الأنسجة النباتية أو الحيوانية للقضاء على الآفات الموجودة أو المختبئة في الداخل نستعرض مع بعض أعزائي المشاهدين الحشرات الضارة ذات الأهمية الاقتصادية في حشرات بتصيب المحاصيل الحقلية زي الأرز والقمح والشعير والأصب ومحصول القطن محاصيل حقلية مختلفة جدا بتصيب العديد من الآفات الحشرية أو الحيوانية هي أيضا عندي آفات بتصيب الحبوب والمواد المخزونة في حشرات بتصيب أشجار الفكهة في حشرات بتصيب الخضر ونباتات الزينة والأشجار الخشبية وفي حشرات بنقول عليها الحشرات الطبية والبيطرية دي بتصيب الحيوان وأيضا بتصيب الإنسان وفي أيضا آفات حيوانية يعني ما هيش تابعة لصف الحشرات لأنه لا ينطبق عليها الشروط العامة لصف الحشرات هناخد مثال عندنا إحنا جايبين لكم فيديو لآفة حشرية خطيرة بتصيب أشجار النخيل اللي هي سوسة النخيل الحمراء سوسة النخيل الحمراء موطنها الأصلي اللي هو الهند حتى بيسموها سوسة النخيل الهندية انتوا شايفين في الفيديو معانا ده الحشر الكاملة لصوصة النخيل الحمراء وهي من الآفات الخطيرة جدا لحتى بيقولوا عليها العدو الخفي لأنه بيصعب ملاحظة أو تحديد أعراض الإصابة إلا بعد تدمير الآفة للنخلة ودي طبعا اليارقة بتاعت صوصة النخيل الحمراء من ضمن أو هي الطور الضار للحشرة هي والحشرة الكاملة أو هذه الحشرة الكاملة احنا ممكن نميز الحشرة إنه بيكون لونها بني وفي نقط صودة بتبقى موجودة عليها والذكر بيمتاز إنه الخرطوم الأمامي بتاعه بيكون أكثر من خرطوم الأنسة وبيكون عليه من الجانب شعيرات من الجهة الظهرية ده اللي بيميز الزكر عن الأنسة الحشرة دي بيبقى لها 3 إلى 4 جيال في السنة وبتحط مجموعة من البيض بيكون في صورة فردية بتضعوا على الحفر والشكوك الموجودة في جزع النخلة ولذلك بيجب الاهتمام بمقاومة حشرة حفار العزوك اللي بتحدث جروح وسقوب في جزع النخلة طبعا في بعض المراجع وبعض الكتب بتقول عليها إجز النخيل لأنه من الصعوبة بمكان مكافحة هذه الحشرة وتم إجراء العديد من الأبحاث ورسائل الدكتوراه والماجستير بتختص بمقاومة هذه الآفة طبعا تعرفين أن الآفة أو الحشرة بتنجذب إلى رائحة الكارمونية اللي بتبقى منبعثة من أشجار النخيل بعد إجراء عملية فصل الفسائل زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو أو إجراء عملية التقليم أو بنقول عليها التكريب لأشجار النخيل طبعا تعرفين الأهمية بمكان لشجرة النخيل كلها فوايد طبعا وهي شجرة مباركة ولذلك يجب الاهتمام بمقاومة الأفات المختلفة اللي بتصيب هذه الشجرة وفي الأونة الأخيرة بدأت الحكومات تهتم بزراعة النخيل في الشوارع لأن هي أشجار مسمرة وبنحصل منها على فوايد كثيرة جدا هذه اليارقة طبعا شايفين حجمها عامل إزاي وبتبقى بأعداد كبيرة جدا بتصيب شجرة النخيل وبتؤدي إلى تلف وموت الشجرة بيء الكامل طبعا فيه عراض إصابة استعرضناها مع بعض أثناء فترة الدراسة من ضمنها ظهور سائل بني لازج كريه رائحة وجود سقوط بيء الشجرة سقوط رأس النخلة أصفرار السعف وجفافه أعراض كثيرة جدا شايفين بتحدث أنفاق فيه جزع النخلة لأنها بتتأغذى على العصارة الموجودة فيه الاصطوانة الوعية اللي هي أنسجة النخلة الداخلية وبتؤدي إلى جفاف النخلة بيء الكامل طبعا بعد كده بتخش في طور العزراء داخل مجموعة من الألياف اللي هو الليف بتاع النخلة ثم بتتحول بعد كده إلى حشرة كاملة طبعا فيه وسائل كثيرة جدا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء حنستعرضها مع بعض اللي هي من ضمنها الوسائل الزراعية الاهتمام بعملات الخدمة الوسائل الميكانيكية وأيضا المكافحة الحيوية والمكافحة الميكانيكية بتشمل أيضا استخدام المصائد الفرمونية اللي بتعتمد فيه الأساس على استخلاص رائحة أحد الجنسين ويتم تثبيت المصائدة في جزع نخلة قديم ثم بيتم بعد كده وضع الفرمون في الوعاء الخاص بالمصيادة وبيتم ملاحظة المصيادة من آن إلى آخر وتفيد هذه الطريقة في جمع أكبر عدد ممكن من الحشرات وأيضا الاستدلال أو بتستخدم كمؤشر لتحديد الحد الاقتصادي الحرج للإصابة ومن ضمن طرق المكافحة المختلفة أيضا اللي هو استخدام المكافحة الكيموية هنستعرض مع بعض أيضا حشرة أخرى اللي هي بتصيب أشجار الفاكهة اللي هي زبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط المعروفة بزبابة الفاكهة تعالوا نستعرض الفيديو مع بعض هذه الحشرة الكاملة لزبابة الفاكهة طبعا تعرفين أنها من ردب ذات الجناحين هذه الحشرة الكاملة ودي طبعا احنا بنستعرض مع بعض دورة الحياة والأضرار بيحدث التزاوج بين الزكر والأنثة وبعد كده الأنثة بتضع البيض بتاعها داخل الصمرة بوسطة آلة وضع البيض المنشارية وبعد كده بتقوم بتغطيط كتلة البيض بمادة سمغية زي ما انتم شايفين انتهت عملية التزاون ودي الأنثة بعد كده بتبدأ تضع البيض داخل الصمرة ولذلك حضراتكم ممكن تستغربوا أنه أنا بروح اشتري الفاكهة ما فيهاش أي سقب ولا فيها أي حاجة ومع ذلك لما بفتحها بلاها بيضة من الداخل أو حدث فيها تلف نتيجة تغذية اليرقات ده بيكون الحشرة الكاملة اللي هي الزوابة أو الأنثة وضعت البيض في مرحلة متقدمة من مراحل تكوين الصمرة البيض ده بيفقس وبيطلع منه اليرقات اللي هي بتطلف المحتويات الداخلية للصمرة زي ما انتم شايفين معنا بالفيديو اهو اليرقات بتدمر المحتويات الداخلية لصمار الفاكهة المختلفة سواء كان الجوافة سواء كان المشمش الخوخ البورطان أي صمرة من الصمار الفاكهة تتعرض للإصابة بزبابة الفاكهة لأن هي من الحشرات متعددة العوائل طبعا فيه طرق كثيرة جدا لمكافحة زبابة الفاكهة من ضمنها الطرق الزراعية والطرق الميكانيكية والطرق الكيموية من ضمن أيضا الآفات الحشرية اللي بتصيب أشجار العنب اللي هي دودة سمار العنب وجاب لكم صورة معنا في شاشتنا الجميلة للحشر الكاملة طبعا من ضمن الفراشات المتميزة والجميلة اللي هي فراشة سمار العنب أو دودة سمار العنب ولكن هي بتحدث أضرار كثيرة جدا لأشجار العنب من ضمنها تتغذى يرقات الجيل الأول على البراعم والأزهار وتسبب جفاف البراعم تتغذى يرقات الجيل الثاني على السمار الحديثة وبتحدث أو بتحدث تلف في اللوب وفي البزور تتغذى يرقات الجيل الثالث على السمار الناضجة وبيحدث فيها تعفن وقد تسقط على الأرض نتيجة وجود الحشرة بتحدث ترابط في السمار وتتكتل بفعل الخيوط الحرارية اللي بتنسجها اللي يرقى أثناء حدوث عملية دخولها في مرحلة طور العزراء دود السمار العنب طبعا من طرق المكافحة بتاعتها اللي هو التقليم الجايد خلال فصل الشتاء جامع الأوراق المتسقطة وحركها على العزارة الموجود بها والتخلص من الحشاش وتنظيف قلف الأشجار لقتل العزارة الساكنة خلال فصل الشتاء من ضمن أيضا طرق المكافحة اللي هي المكافحة الكيموية الراشب أحد المبادات الموصب استعمالها من قبل وزارة الزراع أيضا من ضمن الآفات اللي بتصيب أشجار الزيتون فيه آفة خطيرة جدا اللي هي زبابة سمار الزيتون زي ما انتوا شايفين معنا في الصورة هذه الحشر الكاملة اللي هي الزبابة ومظهر الإصابة بتحفر اليارقات اللي هي ديدان يعني داخل السمار وبتسبب تعفن سمار الزيتون قد تؤدي إلى تساقط السمار قبل وصولها لمرحلة النضج وقلة المحصول وعند إجراء عملية التخليل لسمار الزيتون بأن مشاهد اليارقات طافية على سطح وعاء التخليل المكافحة طبعا مكافحة زراعية العناية بعملات الخدمة التقليم الجيد جمع السمار المتساقطة واستهلاكها سرعة إجراء عملية العاصر للاستخراج الزيت في المعاصر والإصراع في عملية جمع المحصول وزراعة أصناف مقامة واستعمال مصائد زجاجية للزباب أيضا من ضمن المكافحة اللي هي المكافحة الميكانيكية وضع سلك ضيق الفتحات على نوافذ معاصر الزيتون ده علشان الحشرة الكاملة لا تتمكن من وصول إلى السمار ووضع بضها في الداخل والمكافحة الكيميائية راش بأحد المبدايات الموصة باستعمالها من قبل وزارة الزراعة هناخد مثال أيضا لأفا خطيرة بتصيب نباتات الخضر التابعة للعائلة البزنجانية اللي هي فراشة درانات البطاطس وادي الحشرة الكاملة وادي اليركة وادي العزراء ودي طبعا سمرة بطاطس مصابة بفراشة درانات البطاطس من ضمن مظاهر الإصابة وجود أنفاء في الأوراق المصابة يؤدي الحفر في الأفرع إلى زبولها الدرانة المصابة بيكون نسجها في الليني حول الأنفاق التي تتلوث بالبكتيريا وقد تتعفن بتحفر في أوراق وسمار الطماطم وتؤدي إلى تعفنها المكافحة طبعا عندي مكافحة زراعية التوسع في زراعة العروة الشتوية للبطاطس تباع دورة زراعية لا تقل عن ثلاث سنوات زراعة تقاو سليمة على عمق لا يقل عن 10 إلى 15 سنتي وده بيؤدي إلى عدم تمكين الفراشة من وضع بضها على الدرانات المكشوفة وإجراء العزيق الجيد وتغطية الدرانات المكشوفة المكافحة الميكانيكية فحص النباتات وتخلص من المصاب منها بالحرق أو الدفن المكافحة الكيموية الراشة بأحد المبادات المصاب استعمالها من قبل وزارة الزراعة المكافحة أثناء تخزين البطاطس التخزين في مخازن جيدة من حيث التهوية والإضاءة والنظافة وتكون الفتحات مغطاة بسلك رفيع تطهير المخازن بمستحلب من السلار والصابون وعدم تعفير البطاطس بالمبادات ده علشان نحافظ على الصحة العامة ونحفظها في تلاجات مبردة على درجة حرارة 4 درجة مائوية المكافحة الكيموية دي بتتمي في النوالات باستعمال أحد المبادات المصاب استخدامها من قبل وزارة الزراعة هنستعرض مع بعض حشرة خطيرة جدا بتوجد في منازلنا باستمرار أو في مغالق الأخشاب أو في مصانع الأساس أو الموبيلية اللي هو النمل الأبيض النمل الأبيض في بعض الصفات الحياتية للحشرة اللي هي الحركة داخل أنفاء التخزين على مادة السللوز تكوين المستعمرات بتعيش معيشة اجتماعية في تجمعات صغيرة مكونة من مالكة وشغالات وجنود للحراسة والمستعمرة بتجدد نفسها باستمرار ومصدر الحياة الماء الأرضي أو الماء الموجود في الأخشاب وبأسس الطائفة زكر وأنسة مجنحين ولا يموت الزكر بعد التزاوج كما في النمل العادي طبعا مظهر الإصابة تساقط بودرة أو مسحوق خشبي خشن وجود سقوب في الأخشاب المصابة أيضا دي جاب لكم معنا قادي صورة النمل الأبيض سايفين الحشرة والفكوك الأمامية بتاعت أجزاء الفم دي بتؤدي إلى تلف الأخشاب من الداخل من ضمن المكافحة للنمل الأبيض في طرق وقائية زي التخلص من المواد السلولوزية التي سيقام عليها منشأة الماء عمل دكة أسمنتية للأرض عند إقامة المباني معاملة المباني الخراصنية بالمبادات قبل استكمال البناء عدم التصريح بالبناء إلا بعد إجراء عملية المكافحة للنمل الأبيض استعمال مصاد النمل الأبيض عمل وقاية للمنشآت الصناعية التي تنتج السلولوز زي مصانع الورق مثلا من ضمن أيضا طرق المكافحة مكافحة علاجية استخدام أحد المبادات الموصب استخدامها زي مبيد الدروسبان تكسير الأنابيب الطينية على الحواط والأشجار استخدام مصيادة السباعي رقامها 91 لتقييم عملية المكافحة من ضمن أيضا الحشرات الضارة بالإنسان والحيوان هنستعرض حشرة واحدة بس اللي هي الزبابة المنزلية الزبابة المنزلية بتنق الأمراض خطيرة جدا للإنسان منها الدسنديريا البكتيرية الرمض مرض الطعون الدمالي القرمزية السالان التسمم الدموي الإسهل الصيفي والجزام والتراكمة طبعا تعرفين أنه الزبابة المنزلية بتوجد فيه الأماكن الغير نظيفة وتتكاثر بأعداد هائلة ودورة حياة الزبابة بيفقس بيضها بعد 24 ساعة يعني بعد يوم واحد من وضع البيض وبتضع الأنسة أعداد ضخمة من البيض طبعا الزبابة المنزلية خطورتها أن هي بتنقل أمراض خطيرة جدا للإنسان ولذلك يجب الاهتمام بالنظافة العامة والصحة العامة وعدم إلقاء القمامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك تعالوا نستعرض مع بعض إيه هي طرق مكافحة الزبابة المنزلية في مكافحة للأطوار الغير كاملة اللي هي منع الزبابة من الوصول إلى روس المواشي لوضع بيضها عليه وعمل أرضية أسمنتية تغطية الروس بالطين أو يضع في حوفار مبنية من الطوب أو الأسمنت تغطية الروس بالجير المطفي أو الشبه أيضا من ضمن المكافحة مكافحة الأطوار الغير كاملة اللي موجودة في القمامة كفحة زي وضع القمامة في أوعية زي تغطاء محكم عدم إلقاء القمامة في الشوارع عدم التخلص من القمامة في مقالب مفتوحة تدوير القمامة في مصانع خاصة ومعاملة القمامة بالجير الحي أو البوركس لمنع تكويل جيل جديد من الزباب في هذه القمامة هنستعرض مع بعض الأفات الحيوانية اللي هي الأفات الغير حشرية اللي بتضرب الإنسان وممتلكاته وهنستعرض منها اللي هو القوارض اللي من ضمنها الفئران طبعا فيه أنواع كثيرة جدا للفئران اللي هو الفقر المنزلي أو جرز الأسطح اللي هو بنقول عليه الفقر الأسود أو المتسلق أو الجرز النرويجي أو الجرز الرمادي أو البني أو فقر البلعات أو المجاري هناخد مع بعض أعزائي المشاهدين إيه هي الأضرار اللي ممكن أتعرض لها لو أهملت في مكافحة الفئران أول حاجة بتشمل الأضرار الفئران وجرزان من أكثر الفقريات ضررا على الإنسان وممتلكاته بتنقل مسببات الأمراض الخطيرة زي مرض الطعون مثلا بتتغزى على المنتجات النباتية والحيوانية حيث أنها تأكل حوالي 10% من وزنها يوميا بتقرض إلى كياس والأجولة والمواد المخزونة كل دي أضرار بتطلف الألواح الخشبية والموسير وكابلات الكهرباء كل دي أضرار بتبقى موجود بسببها الفئران طبعاً تعارفين أن الفئران ربنا أحباها بصفات طبيعية ووراثية بتؤهلها لمكافحة أو للتأكل مع البيئات اللي موجودة فيها من ضمنها المعيشة في أنفاء أو في جحور من ضمنها حاسة الزكاء العالي لدى الفئران من ضمنها حاسة السمع العالية حاسة الشم القوية بتتكاثر بأعداد هائلة دورة حياتها سريعة كل دي صفات بنقول عليها صفات بيولوجية بتؤهلها إلى التأكل مع ظروف البيئية الغير ملامة وسائل مكافحة الفئران عديدة جداً من ضمنها باستخدم المصاد المختلفة ممكن مصيادة اللي هي المصيادة السلكية ممكن مصيادة اللاصقة ممكن أستخدم طعوم سامة في مكافحة الفئران ممكن أستخدم المكافحة الحيوية أو بنقول عليها المكافحة البيولوجية اللي متعرف عليها أن القطط بتأكل الفئران أو البوم أو السعابين دي كلها بنقول عليها أعداء حيوية للفئران ودي بتؤدي إلى المحافظة على التوازن البيئي اللي موجود فيه الطبيعة علشان كده إحنا بنقول حلقة النهاردة للأفات والبيئة أو الأفات الزراعية والبيئة طبعاً تعرفين أنه فيه نظرية اسمها نظرية التوازن الطبيعي والنظرية دي أنه الأفات وأعداءها الحيوية بتوجد فيه الطبيعة في حالة توازن عددي يبقى لابد من الإسراع أو التوسع في مكافحة القوارض والفئران خصوصاً نظراً لخطورتها وينقلها للعديد من الأمراض وبتحقق خسائر كبيرة جداً سواء في المحاصيل الزراعية أو في المواد المخزونة أو في المصانع المختلفة زي مصانع الأخشاب أو مصانع كابلات الكهرباء كل دي بتؤدي لحدوث خسائر نتيجة الإهمال في مكافحة الفئران هناخد بعد كده آفة خطيرة جداً اللي هي القواقع والبزقات بتعرفين أنه القواقع والبزقات بتبعى تابع لمملكة المولوسكا أو قبيلة الرخويات هي حيوانات رخوة بيكون لها زوجين من الملامس بتشبه كورون الإسشعار والقواقع لها أصداف للحماية بينما البزقات بتكون عارية الصدفة تتغذى القواقع والبزقات على النباتات ليلاً ولها لسان بيشبه المبرد وبتترك مادة مخاطية لازجة بتكون خطوط وأشرطة في ضيط اللون على أوراق النباتات المختلفة القواقع منها نوعين قواقع أرضية بتهاجم كثير من المزرعات ونباتات الزينة والبرسيم وتجعل رآحة كريهة فلا تقبل عليه المواشي وبتعفه ولا تأكله النوع الثاني من القواقع اللي هو القواقع المائية طبعاً دي أشكال مختلفة للقواقع الأرضية منها القواقع الصحراوي القواقع البرسيم الزجاجي أنواع كثيرة جداً من القواقع قواقع النخيل طبعاً دي أنواع مختلفة من القواقع قواقع الصحراوي قواقع الحديقة الصغير قواقع الحديق البني قواقع البرسيم القواقع الحلزوني اللي هو بنقول عليه قواقع النخيل وقواقع الحشاش اللي هو قواقع الرامل الصغير النوع الثاني من القواقع اللي هو القواقع المائية دي خطورتها أن هي بتنقل الديدان التفايلية أو بتعتبر عائل وسيط لديدان التفايلية اللي بتصيب الإنسان والحيوان زي القواقع زي قوقع بين مفليريا وبولينس ده بينقل أو عائل وسيط لمرض البلهارسيا والددان الكابدية طبعا دي البزقات البزقات طبعا بتبع عريض الصدفة وبتوجد في الأماكن الراطبة وبتتغذى على أنواع كثيرة جدا أشهرها قوقع بنقول عليه قوقع اسمه قوقع ليماكس زي ما انتم شايفين معنا في الصورة طبعا أيضا لمكافحة القواقع والبزقات بتشمل الطرق الزراعية لعناب نظافة الأرض لتخلص من الحشائش لعناب التقليم وتخلص من الأفرع المصابة بالحرق تقليل عدد مرات الرأي لتقليل نسبة الرطوبة الطرق الميكانيكية طبعا بتشمل الجامع باليد والتخلص منها بالحرق وضع أجولة من الخاص المبلل أو الجرائد بتتجمع عليها القواقع ثم تجمع وتحرق وضع طعوم سامة أو طعوم جاذبة مثل خليط الرد والعسل بنسبة 5 إلى 95 جزء من البطاطس أو البطاطا المسلوقة وبتم هرسها وبتوضع فيه أواني فخرية على القنى والبتون مع غروب الشمس ثم تجمع القواقع منها في الصباح الباكر من ضمن أيضا طرق المكافحة الميكانيكية حش البرسيم قبل الغروب بالشمس وتوزيعه على هيئة أكوام صغيرة بعد كده بيتم رفع هذه الأكوام في الصباح الباكر وتجمع القواقع التي توجد أسفله وبيتم التخلص منها بالحرق من ضمن أيضا طرق مكافحة القواقع والبزقات اللي هي المكافحة الكيموية وبيتوقف نجاح الطرق الكيموية في مكافحة القواقع والبزقات على مدى توفر المعلومات البيئية والبيولوجية المرتبطة بالنوع السائد في المنطقة حيث تتأثر عمليات المكافحة بسلوك وطريقة معيشة هذه القواقع والبزقات السائدة في المنطقة المراد مكافحتها وكذلك بالظروف الجوية السائدة وظروف التربة وأيضا الغطاء النباتي المتواجد في البيئة والذي تتخذ هذه الحيوانات كمأوى لها من ضمن أيضا الأفات الخطيرة الغير حشرية اللي احنا بنقول عليها الأفات الحيوانية اللي هي الطيور الطيور طبعا حضراتكم عارفين أن هي متنوعة جدا وعالم بنقول عليه صف الطيور أو كلاس إيفاس ده عالم متنوع جدا فيه طيور أرضية فيه طيور مائية فيه طيور بر مائية فيه طيور مستأنسة وطيور غير مستأنسة فيه طيور لها القدرة على الطيران نتيجة وجود الأجنحة نتيجة أن العظام بتكون مجوافة خفة الوزن فيه طيور بتضع بيض بأعداد كبيرة فيه طيور بتضع بيضة واحدة فيه طيور بيبقى حجمها هائل زي النعامة مثلا طبعا تعافين النعامة هي أكبر أنواع الطيور وليس لها القدرة على الطيران وفيه أيضا منها أنواع بتكون لها أهمية اقتصادية فيه المكافحة الحيوية زي مثلا طير أبو كردان اللي احنا بنقول عليه الصديق الفلاح فيه طيور بتكون نافعة وفيه طيور بتأكل لحمها أو بيستخدم الرش بتاعها أو حتى بتكون مصدر للزينة زي الطووس مثلا زي عصفير الزينة كل دي تشكل وتنوع هائل لمملكة أو صف الطيور الطيور طبعا بيكون لها أهمية اقتصادية فيه منها أنواع لها القدرة على أن هي تأكل الحشرات أو الحجوب والفواكه والسمار بالإضافة إلى الطيور المفترسة وأكلات الأسماك فيه طبعا هنستعرض مع بعض الأهمية الاقتصادية للطيور أول حاجة عندنا بتستخدم فضلات الطيور كسماد عضوي عالي القيمة الغذائية نظرا الاحتواء على عناصر بتزود من خصوبة التربة سواء كانت عناصر عنصر النيتروجين أو عنصر الكاليسيوم أو عنصر البوتاسيوم أيضا من ضمن الأهمية الاقتصادية للطيور بتتغذى على الحشرات الضارة الموجودة بالحقل زي طار أبو كردين أيضا بتتغذى على الحشرات النفعة مثل طار الوروار هذا الطائر من ضمن الخطورة بتاعته أنه هو بيفترس حشرة نحل العسل وبالتالي بيعتبر آفة حيوانية بتضر بطائفة النحل ولذلك بيجب التوسع في مكافحة طائر الوروار من ضمن أيضا الأهمية الاقتصادية ولما أقولها أهمية اقتصادية عزيز المشاهد بنقصد بيها المنافع والأضرار بتتغذى على طفائليات والمفترسات لبعض الأفات الحشرية بيفترس بعضها القوارد والعصفير مثل الصقور والبوم وإحنا دا بنسميها الطيور الجارحة والنصور أيضا الطيور الجارحة دي لها القدرة على التخلص من أعداد وفيرة جدا من السعبين من القوارد وإنتوا عارفين طبعا لسه مستعرضين مع بعض خطورة تواجد الفئران والقوارد في الزراعات المختلفة أو في المخازن أو في المواني أو في حتى المصانع أو في المنازل لأنها بتنقل مرض خطير جدا للإنسان اللي هو مرض الطعون بتشكل أيضا الطيور ضررا عندما تشكل أسراب جماعية إحنا استعرضنا فيه حلقات سابقة اللي هي خطورة أي آفة عندما تشكل سرب أو تشكل مجموعة متشابكة وقلنا أنه أكبر تجمع حشري موجود فيه على وجه الكرة الأرضية اللي هو الجراد الصحراوي نظرا لأنه هو بيتجمع بواسط فرمون التجمع عندما يتجمع ويهاجر ويسقط على مساحة معينة من الأرض بيؤدي ذلك إلى تجريدها من غطاها الأخضر وبالتالي حدوث مجاعة في هذه البلد اللي تم صابتها أو تم موباها بحشرة الجراد بتشكل أيضا الطيور ضرر عندما تشكل أسراب جماعية وبتسبب خسار فادحة للمحاصيل الزراعية الطيور طبعا وأشهرها العصفير عندما تهاجم المحاصيل أثناء فترة النطج المحصولي أو نطج السمار بتؤدي إلى تلف العديد وخسارة نسبة كبيرة جدا من المحصول الزراعي سواء كان محاصيل حكلية سواء كان زي الأرز زي القمح زي الزرة سواء كان محاصيل خضر زي الطماطن زي محصول الفلفل أي أن كان نوع المحصول اللي عندي أو حتى محاصيل وأشجار الفاكهة بتؤدي إلى تلف السمار وإحداث جروح بها مما يؤدي إلى تعفنها نتيجة دخول المسببات المرضية داخل جسم السمار وبالتالي بتؤدي إلى حدوث خسائر هائلة وعدم صلاحية هذه المحاصيل للتصدير وتخفيض قيمتها التجاري من ضمن أيضا الأهمية الاقتصادية للطيور بتسبب خسائر لسمار الفواكه مثل العنب والخوخ والرمان وبتسبب في إصابتها السنوية بمسببات الأمراض وبتهاجم البلح والتمور وتسبب تساقطه وبتهاجم سمار الخضروات مثل الطماطم الخضراء والناضجة وكذلك الخضرة الورقية بكده أعزائي المشاهدين نكون استعرضنا مع بعض نكون استعرضنا مع بعض يعني آفة وعرفنا الآفة هي أي كان حي بيدور بيء الإنسان وممتلكاته والآفات عموما هم ثلاث أنواع رئيسية آفة نباتية وقلنا بتشمل كل أنواع الحشاش والحشيشة المقصود بها أنه أي نمو خضري بيظهر في التربة بخلاف المحصول الرئيسي قد تكون هذه الحشاش بتشارك المحصول في المكان يعني في التربة نفسها أو بتشارك المحصول الرئيسي في المياه المقررات المائية أو في العناصر الغذائية الموجودة في التربة وبالتالي المحصول النامي بجوار هذه الحشاش بيكون محصول ضعيف ولا يعطي محصول بكمية كبيرة أيضا من ضمن الآفات النباتية المختلفة إلى الفطريات والبكتيريا والنباتات الزهرية المتطفلة ولا يخفى عنكم أعزائي المشاهدين أنه من ضمن النباتات الزهرية المتطفلة نبات الهلوك وده طبعا الآفة رقم واحد اللي بتضر بمحصول الفول في مصر وأيضا من ضمن النباتات الزهرية المتطفلة اللي هو الحمول اللي بيتطفل على محصول أو نبات البرسيم طبعا تعرفين أنه البرسيم من أحد النباتات اللي بتعتبر كمحصول علف في مصر وطبعا محصول استراتيجي وبالتالي يجب المحافظة عليه من إصابته بالآفات المختلفة طبعا تعرفين أن الفطريات لا تستطيع أن هي تحصل على أو تجهز غزائها بنفسها نتيجة افتقارها للمادة الخضراء أو بنولع عليها مادة الكولوروفيل وبالتالي بتلجأ إلى التطفل أو الترمم على مواد عضوية ولذلك يجب القضاء على مسببات الفطرية المختلفة سواء بالطرق الزراعية أو بالطرق التشريعية أو بالطرق الميكانيكية أو بالطرق البيولوجية أو حتى باستخدام الطرق الكيموية من ضمن أيضا الأفات المختلفة اللي هي الأفات الحشرية طبعا أنا إزاي أفرق بين الحشرة والحيوان طبعا إحنا دراسنا ده في حلقة سابقة اللي هو في علم البيولوجيا قلنا أن الحشرة بيكون جسمها مكون من ثلاث مناطق رأس وصدر وبطن والرأس بتحمل زواد مختلفة اللي هي قرون الإسشعار والأعين المركبة والبسيطة وأجزاء الفم والصدر بيكون مكون من ثلاث مناطق مختلفة اللي هي حلقة صدرية أولى وحلقة صدرية تانية وثالثة كل حلقة من الحلقات الثلاثة بتحمل زوج من الأرجل المفصلية والحلقة الصدرية التانية بتحمل الزوج الأول من الأجنحة والحلقة الصدرية التالتة بتحمل الزوج الثاني من الأجنحة والبطن بيكون مكون من 11 حلقة في نهايتها بتبقى الكورون الشراجية وأعضاء التناسل وطبعا الحشرات والحيوانات هم الاثنين تابع المملكة الحيوانية ولكن اللي بيتنطبق عليها الصفات اللي أنا قلتها من شوية اللي هي الصفات العامة للحشرات هي اللي أنا بقول عليها حشرة وليس حيوان والحشرات طبعا أنواع قد يصل أنواع لتلات تلاف نوع في منها حشرات بتعيش في التربة في منها بتعيش في الماء في منها بر مائية أيضا في حشرات لها القدرة على الطيران في حشرات بنقول عليها خافية الأجنحة ليس لها القدرة على الطيران في حشرات بتمتاز بقدرتها على المحاكاة أو على التشكل وتأقلم مع ظروف البيئة وتحملها للظروف البيئة الغير ملامة نتيجة ارتفاع الحرارة أو انخفاضة فبتدخل فيه طور بنقول عليه طور السكون أو البيئة الصيفي أو البيئة الشتوي أيضا الأفات الحيوانية عندنا الأكاروسات والأكاروسات آفة خطيرة جدا لأنه لها القدرة على التغذية على امتصاص عصارة النبات أو نقل الأمراض الفيروسية نتيجة وجود أجزاء الفم السقبة المصة والأكاروس هو ما هو إلا عن كبوت صغير في الحجم نتيجة صغير حجمه بيصعب ملاحظته وأيضا بتصعب إجراء عملية المكافحة المختلفة للأكاروسات من ضمن أيضا الأفات الخطيرة اللي بتصيب الإنسان وممتلكاته وبتؤدي إلى حدوث خسائر فادحة في المحاصيل المختلفة اللي هو النماتودة النماتودة بتتبع طائفة أو قبيلة الددان الأسطوانية أو الخيطية وهي عبارة عن حيوانات ميكروسكوبية يعني اللي هي ترى بالعين المجرادة ويمكن مشاهدتها باستخدام عدسات مكبرة أو استخدام الميكروسكوب الضوئي العادي بتعيش في التربة أو داخل جزور النباتات أنواع مختلفة جدا وأنواع كثيرة جدا من النماتودة في منها نماتودة تعاقد الجزور نماتودة الموالح النماتودة الكلوية النماتودة الخنجرية الرمحية أنواع كثيرة جدا من النماتودة يصعب حصرها النماتودة بتؤدي إلى دخول مسبب المرض للنبات نتيجة وجود الجروح اللي بتحدثها في الأنسجة النباتية المختلفة وأيضا النماتودة بتؤدي إلى نقل العديد من مسببات المرضية سواء مسببات مرضية بكترية أو فطرية أو فيروسية ومن ضمن الوسائل المختلفة اللي احنا بنستخدمها لمكافحة النماتودة في طرق زراعية زي استخدام الدورة الزراعية أو الحرس العميق للطربة أو التعقيم الشمسي والتعقيم الشمسي ممكن أن أنا أعمله في الصوب الزراعية باستخدام أغطية من البوليسيلين أو اللي احنا بنقول عليها البلاستيك بتبع مكونة من طبقاتين وبأفل الحواف الخارجية للغطاء البلاستيكي وبتركه فوق سطح التربة لمدة أسبوعين على الأقل بتتولد أسفل سطح البلاستيك حرارة بتكفي إلى القضاء على عداد النماتودة اللي موجودة في التربة المختلفة أيضا من ضمن الأفات الحيوانية زي ما استعرضنا مع بعض اللي هي القوارض وعرفنا أضرارها وعرفنا إزاي نكافحها طبعا خطورة القوارض مش بس في أن هي بتستهلك أو بتقضي على المحاصيل خطورتها في نقلها للعديد من مسببات المرضية للإنسان والحيوان وأيضا من الأفات المختلفة اللي هي الطيور بأنواعها المختلفة في منها أنواع زي ما احنا قلنا أنواع نافعة وفي منها أنواع ضرة بكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على أمل أن ألتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته